اشتركوا في القناة وفاز أستون فيلا في لقاء واحد ولا يوجد تعايد المبين الفريقين سجل فريق لفربول 14 هدف وسجل أستون فيلا 10 أهداف أكبر فوز لفريق لفربول ضد أستون فيلا كان نتيجة 4-0 وده كان في 8-1-2021 في كاس الاتحاد الإنجليزي أكبر فوز لأستون فيلا ضد فريق لفربول كان بنتيجة 7-2 في 14-2020 وده كانت في الدوري الإنجليزي ولو فاكرين المبارادي اللي جاب الهدفين كان نجمين المصري محمد صلاح وتشكيل لفربول اللي في حراسة البرمى أليسون بيكر والدفاع أرنولد وكونتي وفاندايك وروبيرتسون أما خط الوسط فابينيو وهندرسون وجونس وخط الهجوم جاك بو ولويس دياز ونجميناء المصري محمد صلاح فبدأ الشوت الأول وسجل فريق أستون فيلا الهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر اللقاء عن طريق جاكوب رابزي وجاء الهدف عن طريق ضغط من لاعبي أستون فيلا وانتهدت الكرة بكرة عرضية وقابلها رمزي بتزديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك وكان في الدقيقة 20 الحكم احتسب ركل الجزاء لصالح أستون فيلا ولكن اللاعب أهضرها بعد عرقالة لاعب أستون فيلا من مدافع فريق ليفربول لينتعي الشوت الأول بهدف مقابل لاشيء لأستون فيلا ضد ليفربول في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في المباراة اللي كانت بتتلعب على ملعب ليفربول ودلوقتي هنبدأ إحصائيات الشوت الأول فالتزديدات 4 لليفربول و4 لأستون فيلا أما التزديدات اللاعب المرمى فريق ليفربول و2 لأستون فيلا والاستحواس 63% ليفربول وهي 37% أستون فيلا أما التمريرات 228 تمريرة ليفربول و143 تمريرة أستون فيلا ودقة التمرير 88% ليفربول و74% أستون فيلا والأخطاء 10 ليفربول و6 أستون فيلا والكروت الصفراء 1 ليفربول و1 أستون فيلا والكروت الحمراء لاشيء عند الفريقين أما التسلل فواحد على ليفربول ولاشيء على أستون فيلا والرقنيات 3 لليفربول و2 لأستون فيلا أما الأهداف فهدف لصالح فريق أستون فيلا ولا شيء لليفربول ومن خلال تحليل الأرقام يتضح لنا التالي في إحصائيات الشهود الأول أنهم تساووا في التزديدات أما التزديدات اللاعب المرمى كان أستون فيلا الأخطر سدد تسديدين جي منهم هدف والغريب كل الغرب أن فريق ليفربول لم يسدد ولا تزديده في الشهود الأول الاستحواذ النسبة الأكبر كانت ليفربول ولكنه لم ينجح في تسجيل أي أهداف في هذا الشهود والتمريرات كانت أكتر عند ليفربول هي ودقة التمرير والأخطاء كانت أكتر على فريق ليفربول تساوف الكروت الصفراء لكل واحد كارت أصفر والحمد لله لا شيء من الكروت الحمراء والتسلل كان فيه واحد على ليفربول فكان أكتر فيه التسللات الركنيات كانت أكتر عند فريق ليفربول ولكنه لم يستطيع استغلالها وتسجيل أي أهداف لكي ينتهي الشهود الأول بتقدم فريق أسطنفيلة على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيء فيه شهود أسطنفيلة كان فيه الأحسن فيه هذه المغاراة ليفربول بدأ ضاغط A في الشهود الأول ولكنه لم يكن يكمل الضغط كانت الهجمات المرتدة لفريق ليفربول أخطر فبكده يكون خلص ملخص الشهود الأول خليكم معنا بعد الفاصل هنشوف ملخص الشهود الثاني فهنروح لفاصل ونرجع تاني ما تروحوش في أي حت كان لكم بعد الفاصل عشان نتكلم عن ملخص الشهود الثاني من مباراة ليفربول وأسطنفيلة المباراة اللي كانت بتقام على ملعب ليفربول في الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي فبدأ الشهود الثاني وفي الديئة 56 سجل جاجبو هدف التعادل ولكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية الفار نتيجة التسل وفي الديئة 89 من عمر الشهود الثاني سجل فرمينو هدف التعادل إلى ليفربول وجه الهدف بعد كرة عرضية من محمد صلاح وقابلها فرمينو تزديدة من داخل منطقة الجزاء عشان تهز الشباك والحكم بيعلن عن 10 دقيق وقت بضل ضايع في الشهود الثاني لينتهي اللقاء في النهاية بتعادل ليفربول مع أسطنفيلة بهدف لكل فريق في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في المباراة اللي كانت بتتلعب على ملعب ليفربول ودلوقتي هنبدأ إحصائيات الشهود الثاني فالتزديدات كانت 10 لليفربول و6 لأسطنفيلة التزديدات اللي على المرمى كانت 5 لليفربول و3 لأسطنفيلة الاستحواز النسبة الأكبر لليفربول 67% ليفربول 33% أسطنفيلة التمريرات 580 تمرير لليفربول و265 تمرير لأسطنفيلة دقة التمرير 85% ليفربول و66% أسطنفيلة الأخطاء 16 لليفربول 13 أسطنفيلة الكروت الصفراء 3 لليفربول و5 أسطنفيلة أما الكروت الحمراء لا شيء عند الفريقين وأتسلل 4 لليفربول 1 أسطنفيلة والرقنيات 9 ليفربول و3 أسطنفيلة والأهداف هدف لليفربول وهدف لأسطنفيلة ومن خلال تحليل الأرقام يتضح لنا التالي أن التزديدات كانت أكتر لليفربول في الشوت التاني نديجة الضغط اللي كان عامله على فريق أسطنفيلة والتزديدات اللي على المرمى كانت أكتر لصالح لفربول في الشوط الثاني أدت إلى تسجيله الهدف الثاني والاستحواز النسبة الأكبر كانت لأسطن لصالح لفربول ودقة التمرير والتمرير كانت أكتر عند فريق لفربول والقروط الصفراء كانت أكتر عند أسطن فيلا فالمباراة كانت مليئة بالأخطاء اللي كانت أكتر عند فريق لفربول والقروط الحمراء لا شيء عند الفريقين والحمد لله اما التسلل فكان اكتر عند فريق ليفربول والركنيات كانت اكتر عند فريق ليفربول ولكنه لم يستغلها ولكن في النهاية المباراة انتهت بهدف لكل فريق عشان بكده يكون ليفربول في المركز الخامس برصيد 66 نقطة واستون فيلا في المركز السابع برصيد 58 نقطة ففي النهاية هذه المباراة جعلت فريق ليفربول موقفه يتصعب جدا في التآهل الى دوري ابطال اوروبا وكده بيلعب على الدوري الاوروبي التعادل تعادل مرير بالنسبة لصالح فريق ليفربول وتعادل بطعم الهزيمة لانه بعده خطوة كبيرة عن المركز اللي بيلعب عليه اللي هو مركز التآهل الى دوري الابطال مع العلم ان فريق منشستر يونيتد قدر انه يفوز في اللقاء في الوقت اللي بيلعب في ليفربول في النحيان التانية ففي النهاية نتمنى التوفيق لصالح فريق ليفربول في المباراة الختامية في الدوري الانجليزي ونقول له مبروك عليك اللعب في بطولة الدوري الاوروبي هنتحرم منك في بطولة دوري ابطال اوروبا ولكن هنستمتع بيك في بطولة الدوري الاوروبي وهتكون البطولة فيها قوة وجمال لوجودك في هذه البطولة محمد صلاح لم يصعفه التسجيل في هذه المباراة ولكنه قدر ان هو يصنع هدف فرمينو اللي ماشي خلاص من ليفربول في نهاية الموسم فنتمنى برضو التوفيق لنجميناء المصري محمد صلاح في الفترة اللي جاية وان شاء الله بامر الله يكون الفترة اللي جاية فترة خيرة على نجميناء المصري محمد صلاح صاحب المركز التاني في هدفي دوري ابطال اوروبا حتى الان وفي المركز الرابع او الخامس في هدفي الدوري الانجليزي في موسم يعتبر الاسوأ لمحمد صلاح هذا الموسم وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جميل ادي